هنا على طريق شبيبة القبائل هذا الفريق العريق مصطفى بسكري وأنت دربت أيضا طريق عريق مثل مولودية الجزائر حتى شبيبة القبائل حتى شبيبة القبائل طبعا غدا سيكون موعد الفصل بالنسبة لحناشي قال بأنه سيكون طبعا المغادرة لهذا الرئيس الذي يعتبر عميد رؤساء الأندية لأنه عنده 9% بالنسبة لأسهمه في هذه الشركة 91% بالنسبة لسبعة مساهمين بـ 21% 3% لكل مساهم 70% للنادي الهاوي قبل ذلك أيضا بقى موسوني أو رحموني مغادرتهم ثم قال يلا لا تبقوا في الفريق فابروا في تونس لساعات مدرب فوضى في فوضى لا هي من هذه السنة عدة سنوات شبيبة القبائل راح تعاني من هذه المشكلة تعاني المدربين حتى دائما الأصوات ارتفعت ضد الرئيس هذا الشيء الذي خلنا الفريق دب دب كثير لأن اليوم فريق شبيبة القبائل كبير كما راه هكذا لا بد كما يقول يعادة النظر في كل هذه الأمور وما هو معقول أن فريق كبير مثل هذا يعيش حالا مثل هذه ونتأسف له أن شبيبة القبائل كما يقول لكم إلا تعال قبائل شبيبة الجزائر سأعود إليك وإلى سعيد حموش لأنه صوت الحق ينادي لأذان صلاة المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمة وما قاربها من مدر نحن نتحدث في هذا النقاش في أربع دقائق اللي بقات على المدربين في الجزائر كنا نتحدث قبل ذلك مصطفى بسكري وأيضا سعيد حموش على أنه على شبيبة القبائل الوضع الصعب لهذا النادي العريق خليني نقول أيضا بالنسبة لمدرب يجيبوه طبعا وفق معايير ما كاش معايير فابرو ليساعد في تونس أيضا لا يحدث إلا في الجزائر الماركة الجزائرية هذا الأمر لا يعني ما فيش معيار تنجم تكون أحسن مدر في العالم سأنا من بعدها تولي أضعف مدر في العالم هذه أسماء تتداول في الجزائر فابرو على ميشيل لأنه عندهم ماناجر دي لهم ليعرف كاش يخدم ويعرف كيفاش يقنع سيد حموش باختصار طبعا إذا ما كانت كافأ يعني يقول لك أنه يقدر يدرب بها إلا بالنسبة للفريق الأول اليوم طبعا الاتحادية الجزائرية لقد قدم ورعت شروط بالنسبة لهذه المدربين باستثناء اللعبين الدوليين اللي ما عندهش كافأ ما يقدرش يدرب وبالتالي هل ترى هذا الأمر صعب أم أنه يجب أن نذهب لهذا الأمر وهل هذه الشهادة كافأ هي معيار لقيمة أي مدرب صح لازم نمشه لهذا الأمر هذا لازم تكون عندك كافأ ولكن قبل كافأ كما قالك مصطفة في الولا مدف الكلام تعويش قالك الشيء لازم لنا نتبقوه كين مدربين اللي يقدروا يعملوا في القسم مواطني الأول الممتاز جميل وكين اللي يعمل في القسم مواطني الثاني حينا هذي ما عندناش هذه المقايا عادكم كين مدربين قادرين تدربوا انتم المنتخب الأول أو المحلي أو قادرين كينين كافأ كين كافأ لأن المدرب الإسباني لوكاس أكاريز يدرب المنتخب الأول والمدرب المحلي وبالتالي هل عدنا فقر في المدربين في الجزائر شوف نقولك معلش باختصاص باختصاص صغير أنا في 2013 كنت في أولمبيك باجا يتكلم على رئيس نادي قل لي مدربين كين مدربين في الجزائر تقدروا تروحوا بعيد هنا في تونس لكن فيه شهادة طبعا فيه شهادة من مدرب في الجزائر يقول لك ما نقدروش طبعا ندربوا المنتخب المحلي يعطيني هذا تصريح من فضلك ليمونير زغدود شي اليوم يبرز مدرب لازم نديه الفريق الوطني ولا يلزم يربح شوية خبرة يلزم يعمل في الميدان وتربح خبرة لتقدر تعاونك باش لما تروح للفريق الوطني وما كانش غير احنا كان المدربين يعني هما كفؤوا عندهم الأخر بلأك ما بينوش ما كانش عندهم الحض بلأك طبعا هذا تصريح لازم الخبرة كبيرة باش تدرب مدربين باش تدرب كي باش تدير هذه الخبرة هذه هدو المشكل اللي تمدوا لأن الخبرة لنمش نمدوا برك ان جران تنترينور اللي هو اريقوساكي كان يخدم في الدرجة الخامسة في ايطاليا في العام تعدوا مباشرة إلى ميلون في السنة الأولى باطل في السنة الثانية راح لعب على التشمبيونز ليغ واش مكتجربة يعني يقول لك الوطالن يلا عندك الكفاءة وتعرف كيفاش درست دراسة معمقة باش نعاول نرجع لك للكفاءة كفاءة ماهيش كي ما قولك معيار باش تكون ماهيش معيار ماهيش معيار تماما لأن يغدال المدرب ما عندهش حتى شهادات يجي يدرب لا 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 كان شهادات هنا في الجزائر يعني الفوليوم في تلسنين وفي خمسة سنين أكثر من تلك الكفاءة شهادكاش مدرب من المعاهد اللي يكتقول أن خيرجوا برز يتكلم من المتحدة طبعا مستناعنا طبعا وكاين المدربين سعدي رباح سعدان اللي خرجوا كلهم خرج الميدان جلوا زهير ثالث مدرب خرج الميدان في ثلاث أسماء اللي يكتحكين لأن دارين عليهم باريار لأن هل من المعقول نشوف في ألمانيا شكو اللي يخد بعد 2006 شكو اللي يخد الفريق الوطني الألماني بعد 2006 اللوف اللي يخرج باطل ألمانيا وعلاش في الجزائري شكو اللي كان مساعد الفريق الوطني 2010 جلوا زهير اللي ما سيبوه في الميدان هو ولا من كبير مثلا لا احنا عنا عقدة للفريق المدرب الوطني رسالة المسيرين أبرا عندما قال أبرا لابرا لابرا لماذا لابرا لماذا اللعبين في الجزائر لعبين دوليين محرس في الأرسلال في مانشستر وفي بارشلون وأيضا لعبين آخرين غزال لحد الآن دون فريق لماذا هذا الأمر لا بدون فريق لأن المستوى لا يمكن إلعبه في هذه المساوات لا يمكن إلعب الفريق كما بارسلون إذا كان محرز يليق يلعب في بارسلون كانوا داواء شكرا جزيلا مصطفى مسكري أرجو أن تكون الأخيرة حظ وظفة لك ومع هذا الفريق اللي ملوديت بجاي عرفه وشي خيره سيتحموش نتمنى أن نركها في أندياء أخرى طبعا إذا راحت من الفكر هذو الناس هذك الأشياء إن شاء الله